سارب هلا هون سارب واحد صح ولا لا سارب واحد ضرب ثلاث سالب ثلاثة خمسة زائد اكس هاي مهمة جدا الفكرة هاي اذا شفتوا كسر ومغلبني بدي اتخلص منه بضربه بالمقام للطرفين بعدين شو بعمل خاصية التوزيع توزيع الضرب على الجميع والطرح صح ولا لا اتنين اكس ناقص عشرة تساوي سارب خمسةاش ناقص ثلاثة اكس حقا تلكم لما يكون في عنا اكتر من متغير بخلي الحروف مع بعض والطرف الثاني فقط ارقام يعني سارب ثلاثة اكس بدأ نقولها لهون شو بتصير موجب ثلاثة اكس وهاي بتروح طبعا والسالب عشرة بدأ نقولها لهون لانه المسألة لي خلوا كل الحروف والمتغيرات بطرف والطرف الثاني فقط ارقام طبعا مع تغييري الاشارة لما هاي بضحك عليه بدأ نقوله فبتصير موجب عشرة طبعا موجب عشرة وهذا بروح خليه ارتب المسألة اتنين اكس زائد ثلاثة اكس شو بتصير خمسة اكس صح ولا لا زي كانو اتنين كيلو بندورة وثلاثة كيلو بندورة بطلع خمسة كيلو بندورة يساوي سالب خمسة زائد عشرة سالب خمسة طيب مسلسة الاكس مش لحالها اه بيناتهم ضرب على خمسة على خمسة اكس اكمتوا ساوي سالب واحد وهو الجواب ان شاء الله تكون الامور واضحة طبعا لما بنتي اجي اتحقق بعوض السالب واحد وين بالمعادلة الاصلية مثل هيك هاي عوض السالب واحد هاي ها المعادلة الاصلية شو هي اتنين على ثلاثة اكس ناقص خمسة تساوي سالب خمسة زائد اكس راح شو عمل الاثنين على ثلاثة نزلت والقوس نزل ام الاكس شو حط بدالها سالب واحد ناقص خمسة نزلت بحكي هل تساوي سالب بتنزل قوس خمسة زائد بضل الاكس سالب واحد اوجد هاي سالب واحد ناقص خمسة سالب ستة صح ضرب اتنين على ثلاثة هل تساوي سالب خمسة ناقص واحد اربعة هون ثلاثة هاي مع هون فيها اتنين تطلع كم سالب اربعة هل سالب اربعة تساوي سالب اربعة اذا الاجابة صح خلينا نشوف هون في المسألة لي هدولا في عنا متغيرين في عنا هون متغير وهون في عنا متغير في عنا تكرار طيب ما بقدر انقوله موجب كي افوتها هون مثلا لا ما بيصير لانه في عنا ايش حراس بره ما بقدر اشتغل باي اشي جوا اللي اذا تخلصت من الربع او اذا فوتته توزيع طيب